بحث وزير الخارجية روسي سيرجيل أفراف مع نظيراته الفرنسية كاترين كولونا زيارة محتملة لمفاتيشين من الوكالة الدولية لطاقة الذرية لمحطة الطاقة النووية الأوكرانية في زاباروجيا وخلال محادثة هاتفية قال لأفراف أنه ناقش بالتفصيل الوضع حول المحطة والفرص المتاحة لتنظيم زيارة خلال مهمة للوكالة الدولية لطاقة الذرية وأكد أن أوكرانيا تواصل قصف أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وكذلك المنطقة المجاورة لها ما يعرض جميع سكان أوروبا لخطر حدوث كارثة نووية بحسب تعبيره